وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتمكنت من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة على مداري الشهر في هذا الإطار تصدي حاسب من قبل أجهزة وزارة الداخلية لجرائم جلب والإتجار وتهريب المواد المخدرة أصفرت عن تحقيق نتائج إيجابية تسهم في حماية المجتمع من آثارها السلبية فقد تمكنت خلال شهر من ضبط أربعة آلاف وخمسمائة وست وسبعين قضية خلال هذه القضايا نجحت في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وقد تمكنت من ضبط أكثر من طنين وتسعة وتسعين كيلو جرام من مخدر البانغو وكمية من مخدر الحشيش تزن طن واربعمائة وسبع وثلاثين كيلو جرام كما نجحت في ضبط أكثر من سلاثمائة وسبعين كيلو جرام من مخدر الهيروين ونحو تسعة وثلاثين كيلو جرام من مخدر الاستروكس وقرابة سلاثة وعشرين كيلو جرام من مخدر الايس وكمية من مخدر الأفيون تزن أكثر من خمسة عشر كيلو جرام الجهود الأمنية وفي مجال ضبط الأقراص المخدرة عصفرت عن ضبط قرابة 83 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 38 ألف قرص مخدر من عقار الكبتاجون كما تم ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر لعقار الترامدول وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 163 مليون جنيه وعلى صعيد تصدي لجرائم غسل الأموال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سبع قضايا في هذا المجال بإجمال مبالغ مالية قرابة 107 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان هذه النتائج الإيجابية في مواجهة جرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تؤاكي الجاهزية واحترافية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع هذه الجرائم بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان اشتركوا في القناة